اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عنوان حلقة النهاردة هي بصراحة بعنوان القرية المنتجة او احزان القرية المنتجة القرية المنتجة دي قرية في احد مراكز محافظة المنوفية فالقرية دي اهلها كلها منتجين سواء كان في الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني او الانتاج الداجين فبصراحة ببصراحة كل الناس يعني مثلا سيدات بينتجوا بيربوا فراخ التسمين في البيوت وايضا البط وبيحرصين على انه هم يكلوا من انتاجهم ما يشتروش فببصراحة ان القرية ده هي كمثال القرى المنتجة سواء كان الانتاج الزراعي او الانتاج الحيواني اه هي مثالي احتزى في كده ليه بقى ايه مزايا القصة دي مزايا القصة دي ان دلوقتي بنقدر ناخد الفراخ ده هي اللي احنا مربينها وبنبقى مثلا محطناش لهدوة في اخر اسبوع من التربية بتاعتها فعلشان كده علشان كده بنلاقي ان ايه بنلاقي ان هما بيضمنوا ان يقدروا يستخدموا المضادات الحيوية دي ليهم في علاجهم هما لامراضهم دون خوف انما لو كان واحد واخد الادوية او واخد فراخ الفراخ دي قبل الدبح مثلا باسبوع كانت بتاخد ادوية فبالتالي ايه فبالتالي بيتبقى فيه رزيديو او بقايا هذه البقايا لما الانسان بيتغزى على هذه الدجاج بيتنتقل بقايا من المضادات الحيوية ده هي في جسمه فتقوم البكتيريا بتتعود عليها يجي يتعالج بنفس المضاد الحيوي لو قلنا مثلا امبسلن يتعالج بنفس المضاد الحيوي فيقوم ايه فيقوم ما يستجبش للعلاج لان بيحصل ان البكتيريا تعودت على هذا المضاد الحيوي القرية المنتجة برضو استفادت من التحسين الوراثي للفراخ البيضة فالفراخ البيضة ده هي اللي هي بتقدر تصل الى وزن اتنين كيلو في ظرف خمسة وتلاتين يوم مع السهلات تلاتة كيلو ونص أعلف بتوصل ليه اتنين كيلو ففترة سريعة وكويسة وحلوة كمان الانتاج ده هو يعتبر انتاج منزلي تلاتة البيت بتروح تجيب لها عشرين كاتكوت وعشرين بطة مولر شفت انا حاجات زي كده الاسبوع اللي فات لما بتجيب الحاجات دي وربطها عندها بعدت حتى عن المزارع ومشاكلها وكده يعني يعني المزارع مثلا والعربيات اللي بتخشها وممكن تخش من مزرعة لمزرعة وتنقل الأمراض وانبيب الغاز اللي بتسخدم للتدفئة وكل الحاجات دي اللي بتستلزم أمان حيوي بنبوصل لقي ان التربية المنزلية في القرية المنتجة ده هي حلت مشاكل كتير قوي والناس دي بتعمل بمبدأ من يملك كوته يملك حرياته فبيب عندهم أكلهم أو عندهم البروتين الحيواني بتاعهم في الحقيقة النظام ده هو برضو أثر على الناس اصحاب المزارع لأنه بقى فيه انتاج منزلي داجيني كتير فبأثر شوية على اصحاب المزارع المهم الحاجة دي دي حاجة إيجابية خلينا نساعد الناس دول أو كأننا مثلا بنخلق فرص عمل ليهم بأن احنا بنسمح لهم دي وبندعمهم وكده وبندهم الايه بنديهم الاستشارات البيطرية بنديهم برنامج تحصين برنامج وقائي لفراخ التسمين ده هي ده حاجة الحاجة التانية بقى ياريت لما يكون حد مثلا مش قادر يحصل على وظيفة وقرر ان هو مثلا يربي مثلا ألف فرخة ألفين فرخة لو عنده ايه مكان في شقة فاضية أو كده عنده مش بحتاجة دلوقتي في دور علوة أو كده في خارج كتلة السكنية طبعا يقوم ييجي الرجل ده لا بيدفع إيجار ولا بيدفع عمالة لأنه هو اللي بيقوم على تربية الفراخ دي بنفسه وفي نفس الوقت ما بيستخدمش أدوية كتير ليه لأنه غير بقى المزارع والعربيات زي ما قلتلك وعمليات الأمان الحيوي اللي هي ممكن تنقل عدوى من مزارع المزارع العجل بتاع العربيات نفسه الأنابيب الغاز وخلافه ففي الحالة دي يعني هو أقلل تكلفة جدا طب إزاي بقى إزاي بقى ما يكسبش علشان سعر البورصة وكده أنا بلاحظ إن فيه تزبزب في سعر الكاتاكيت في سعر الايه في سعر الكاتاكيت الكاتاكوت مرة تلاقيب تسعة جنيه مرة لقيب خمسة جنيه مرة لقيب تلاتة ونص كده طب لب يجي يحصل ايه بقى أول ما يلاقوا إن الكاتاكيت رخيصة يقوم ايه كل الناس يخش في إنتاج وجيب عدد كمية طب بعد خمسة وتلاتين يقوم هيبقى فيه ايه هيبقى فيه إنتاج كتير فراخ جاهزة للايه للدبح كتير يقوم المعروض يزيد يقوم السعر يقل طب وبعدين ده احنا لازم البورصة ولازم اه اتحاد مربي الدواجن يحمي الصناعة دي ويحمي الناس دي اللي هي ايه حتى احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن دلوقتي ماشي فما ينفعش يا إما يا إما بقى يبقى فيه سكك للايه للتصدير للدول العربية والدول الايه والدول الافريقية اه لحد ما ايه لحد ما نأمن هذه الصناعة واندعمها النسبة تجاح عالية في الانتاج ونسبة نفوق قليلة جدا ونجاح في تجلب على الامراض يبقى فاضل بقى ايه فاضل ان احنا الناس دي نحميها بان نحسن السعر شوي نيجي برضو نلاقي الحاجة الحاجة اللي هي اه مؤرقة او الحاجة اللي هي بتعمل كونفليكت او نقول فيه تباين ازاي يبقى كل الفراخ بعشين جنيه او بالسعتاشر جنيه ماشي ونجي نلاقي كيلو الفليه بيتروح من ستين لثمانين ماشي طب ايه يعني طب نقول الناس دي لازم لما الفراخ توصل عندها للوزن المثالي ده هو الاثنين كيلو لازم يبيع دلوقتي طب لو اخر يوم هيأكل والعلاف غالي ها في مثلا العلاف كده بوقف القطاعي ايه الكيلو بتوانية جنيه ونص او في الجملة بتاعها حوالي ثمانية جنيه فبالتالي برضو غالي ماشي طب يبقى ايه يبقى ايه انا شايف يعني كمتخصص ان المجازر الالية ان احنا نتبح وانكيس وانجمد ماشي علشان نحمي ايه نحمي الصناعة دي ونفتح بقى اسواء ونشوف امكانية التصدير ونحمي الصناعة دي ونحمي المنتجين اللي هما بيخلقوا نفسهم فرص عمل واللي هما بيسدوا حاجة مصر من البروتين الحيواني في جزئية الدجاج وبيغنونا عن الاستيراد من بره برضو وزي ما بيقولوا بقى البلد يوكر طبعا ده مش بلد يعني هي سلالات ايه اجنبية ولكن ولكن هي متربية هنا عندنا وكده في جانب تاني كويس اللي هو ايه يعني ممكن الناس مثلا ما تكسبش بس عندها متعن عندها بتعمل حاجة قدامها كتكود بيكبر وايه وبينضج وكده فبالتالي بالتالي حاسها بان في حاجة محتاجها وحاجة بترعاها ففيها عامل نفسي كويس بالنسبة للناس دي اه ان شاء الله بقى كده للمخرج يحاول مثلا يطلعنا فاصل علشان نتكلم في جزء تاني من الحلقة اه فخليكم معنا اه 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 او تروحوا في اي حد ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل اعزائي المشاهدين متابعي برنامج بطري بيور اه القرية المنتجة اللي كلمتكم عليها في الجزء الاول قابل الفاصل هي تعيش الان حالة من الاحزان لان الحكاية بالضبط اه ان حصل ان في ميل سنتين من دلوقتي اتخطفت طفلة من قدام منزلها اه طفلة دي عمرها خمس سنين ونص طفلة دي اسمها نور عصام اه عيسى نور عصام اه عيسى فنور عصام مرسي عيسى ده هي خمس سنين ونص اتخطفت من قدام منزلها في وقت الايه المغرب. آآ جهات الشرطة والجهات البحثية بالاضافة للاهل البلد آآ لم يدخلوا جهد وبازلوا موجود كبير قوي في البحث عن الطفلة آآ وعملوا اعلانات عليها في حتها كتير قوي ولكن لم يعصروا عليها. آآ جاء حصل حاجة مفاجأة حصلت من ايه يوم ايه يوم الحد اللي فات. الحد اللي فات آآ كان فيه اللي هي الا كان فيه آآ كراكة الكراكة دي بتنظف الترعة آآ آآ بتنظف الترعة فآآ ففي واحد شاف آآ جمجمة طفلة. فبلغ اهلها وراحوا آآ يوم الحد آآ ظور آآ شافوا الجمجمة ولاقوا تحت الجمجمة دي في آآ في آآ اشوال والشوال ده في آآ الهيكل العظمي بتاع آآ البنت آآ وهي لابسة ملابسها زي ماهي وعصروا كمان على آآ شعر البنت والتوكة بتاعتها لسه موجودة آآ وبعدين اتأكدوا منها انا طبعا لما سألتهم وصلت للمكان الحادث وصورت بنفسي اتأكدنا ان فيه سنتين آآ السنتين كانوا آآ واقعين عند البنت آآ موجودين في الآآ في الجمجومة على حد ايه حكايتهم وما طبعا لان انا طبعا مكنش معاهم من الاول يعني فاتأكدوا من من الملابس بتاعتها ماشي هي نفس الملابس آآ الحاجة التانية اللي هي التوكة اللي لون الشعر والسنتين المكسورين في الآآ في الجمجومة وحجم طبعا الهيكل اللي هو طبعا ايه آآ اللي هو في حجم البنت اللي هي خمسين ونص واللي كان لغز آآ مسير آآ اللي هي آآ الجهات الامنية في آآ مركز وايسنا وفي محافظة المنوفقية آآ طبعا لما سألنا يعني ازاي 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 ده حصل فكان آآ في الوقت نفسه اللي حصلت فيه الايه اللي حصلت فيه المشكلة دية آآ ان فيه آآ 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 طالب صغير خارج من المسجد 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 المرزوقي بعد صارات المغرب فشاف آآ اتنين ركبين متسكل وخطفين الايه وخطفين البنت دية آآ يبدو ان الجهات التحقيق ما ركزتش شوية مع الايه مع الطفل ده وقاله دعايل وكلام من ده وكده انما هو طبعا دلوقتي آآ كان فيه احتمالات كان فيه احتمال ان حد آآ سرق الطفلة دي نور عصان ده هي علشان يتسول بيها وده طبعا آآ ده كده الاحتمال التاني ان يكون حد يكون آآ آآ خطفينها علشان آآ تجرف الاعضاء ماشي آآ الاحتمال التالت بقى هو اللي كان مشكلة انها نلاقيها في الترعة بعد سنتين طب الاحتمالين اللي فاتوا يبقى كانوا هيبقى ناس من بره البلد وكانت هتبقى حاجة كويسة جدا آآ مش طبعا مش كويسة او هتبقى اقل وطئة ليه لان مش من اهل البلد انما نلاقيها مرمية هنا ها وبهدومها يبقى في نفس اليوم اللي خطفة فيه قتالها ورماها في الترعة واحد يسألني طب ليه بقى دلوقتي الكراكات اما هي الكراكات تقريبا كده كل ستشهور بالطهر الترعة مرة طب ليه ما طلعتش قبل كده اقولك انا بقى دلوقتي المكان اللي لقواها فيه دلوقتي كان فيه شجر والشجر ده بيعوق حركة الايه الكراكات فيه اماكن معينة دلوقتي بقى فيه اتجاه ان الترعة دي هتتغطى فبالتالي بيقطعوا كل الشجر اللي عليها فباللوقتي الكراكة وقدرت توصل لاماكن ما كانش بتوصلها قبل كده زي ما بنقول يا جماعة ان المجرم لازم يسيب ايه لازم يسيب وراه دليل ساب هدومها وساب وساب طبعا اللي هي الايه ما بس بتاعيه فردت حلق كمان كانت لازقه في الشعر كده جنب ودناها لما تأكلت المجرم عمل ايه بالظبط زي ما لاحظناه لقينا ان هو لف الطفلة فيه مفرش بلاستيك والمفرش البلاستيك ده حطها كلها فيه شكارة او الشوال والشوال ده هو علشان ما يطفوش اه بعد النمو نمو الغازات والميكروبات اه النمو نمو الكروبات والغازات فيه بطنة اللي هو بيطفو الجزة بتطفو بعد 24 ساعة يعني فكان حطت رمل وحجر جوه الايه جوه الشوال ده وقتل المسكينة اللي ملهاش اللي ملهاش زنب دي فدلوقتي اه انا بصراحة استقصيت مع اهلها في الاسباب قام انتلكوا اعداء ملهمش اعداء غير غير حاجة بسيطة جدا اه قالوا هالي كان نفسي هم اللي يقولوها على الهوى طب صبعا دلوقتي بنحاول نتصل بالاستاذ شريف رمضان علشان يقول الرواية اللي هو قالها فللأسف اه تليفونه اه مغلق اه اه فعلشان كده انا بصدق بقول اللي قاله بالضبط قال ان كان فيه خلاف اه على ارض بينهم وبين جماعة تانية في البلد الارض دي كانت ارض اوقاف يعني كان ايجارها بسيط اه نعم ان شاء الله اه فكان الارض دي تمن تمن فددين فقالت لجد الايه لجد الطفلة نور عصام اللي هي الضحية اللي بنتكلم عليها دي الراجل التاني اه اللي هو طبعا الرد مكفول لي لان انا طبعا سمعت من طرف واحد فانا انا بقولي الرواية اه بكل صدق اللي انا اللي انا سمعتها اه قال له ده انا صرفت على اوراق الارض دي حوالي اربين الى خمسين الف جنيه انا اخذ الفلوس دي منك فطبعا قال له مرضي اما قال له انا مالي انت تصرف الحاجات دي ليه انا اللي على الارض وانا اللي ايه اللي من حق اخدها او الدولة تدهالي خلاص ادهالي الاوقاف وادفع ايجارها وكده فعلى ما يقال برضو الناس اه اخوال البنت الضحية قالوا ان الرجل ده توعدهم قال لهم ايه والله لاحرق قلبكم اه ده الكلام اه اللي تقال طب انتوا يا جماعة مقلتوش ان لوكوا عداء ليه عشان تساعدوا الجهات الامنية في انهم يحلوا اللغز ده فقالوا احنا قلنا جابوا الناس دي وطلعوهم بس في الاول كات العملية اختطاف بس ما كناش نعافيت بنت انها تقتلت فكات العملية كات اقل وطأ ممكن شوية وتيجي وحد يطلب فدية كلام من ده العملية كت ايه 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 اي حاجة مقابل ان الواحد يرجع بنته مش هيبخل بيها انما هيبه خطف وقتل ويعمل بدي كده ويرميها زباقة ايه الطفلة دي زباقة ايه الطفلة دي احنا حتى لو كنا يا راجل لو كان لسه فيه طار طب الناس دي ما عملتش حاجة ماشي وما ينفعش وحنا عايشين في غابة يعني طب ليه ليه ما رجعش حتى لو قلنا ان احنا مش حتى ليه ما رجعش المجالس العرفية وناس تحكم بين الناس بالعدل وطراضيهم وكده ويبقى فيه وقد المشكلات دي فيه فيه مهدها انا طبعا بنقول ان النقوس الخطر ده هو بنضقه علشان الحكاية دي ما تتقررش لان ده لا يرضي الله ولا يرضي الرسول انما الطفلة دي ضحية زنبها فرقة بتمين طب ايه علاقت بقى القصة دي بموضوعنا ما هي القرية المنتجة دي هي دلوقتي التي تعيش حلم الحزن قرية كفر فيش مركز ويسنا فانا كنت نوى سمي الحلقة دي احزان القرية ايه احزان القرية المنتجة دي الحكاية بكل تلخيص ديها حق رد مكفول يوم الاربع الجاي في حلقتنا الجاية لأي جهة وهنفتح الهوى لان هدفنا واحد اللي هو الحصول او ان احنا نتعرف على المجرم نتعرف على المجرم وياخد جزائه عشان يبقى عبر الغيره وتنتهي الجريمة من بلدنا اعزائي المشاهدين في نهاية الحلقة بفكركم ان برنامج بطري بيور ده برنامج الاسرة المصرية وزي ما احنا بقول كده اهتمامنا بصحة الحيوان بصحة الحيوان مشاكل صحتنا محلولة بطري علي فوق ومهنية الاولى وهذا حتب جات يحييكم من قناة الصحة والجمال اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة